اهلا بحضراتكم مرة تانية احنا عندنا التقص مهم جدا من تقوص العيد وهي السينما ابتشت حالة كده من الانتعاش في الاعياد وده شفناه في عيد الاضحى في اقبال من الناس على الافلام اللي كانت موجودة وبالمناسبة الفيلم اللي بندخله في السينما بنفضل فاكرينه طول حياتنا بخلاف طبعا الافلام اللي بنشوفها على شاشة التلفزيون عايزين قراءة في افلام العيد وارادات افلام العيد والمنافسة الحصلة ما بين الافلام الموجودة دلوقتي هايلونا على كل هذه التفاصيل الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي اللي مشارفنا مساء الخير عليك اهلا اهلا محمد مساء النور يا اهلا بحضرتك كلك زو اهلا بيك عايزين ندي لناس قراءة كده سريعة لأفلام العيد هم تلاتة فقط وده طبعا اقل رقم ممكن يحدث في السنوات الاخيرة يعني دائما كان عندنا ارقام اكتر كعدد افلام لكن واضح انه على توزيعات او شركات التوزيع مع شاشات العرض يا دوبك الثلاث افلام يعني احتلوا الشاشات اهم في فرق في الارقام ما تكلم على الداخل لان الداخل هل نقدر نحصرها الخارج اي حد يقول اي كلام يعني اي واحد فالخارج ممكن يقول اي ارقام في الداخل لقى فيه غرفة صناعة السنمة وبالتالي مواثقة ارقامها فالداخل بيقول انه كيرة والجن جايب ارقام اكبر بكتير حتى من الفيلمين مجتمعين من هما اللي بعده اللي بعده بحبك وعمهم وعمهم ده الترتيب كويس كترتيب ارقام كترتيب طبعا كيرة والجن عرض قبل العيد بحوال اسبوع وبالتالي هو يعني كان في سينوم ده مش فيلم عيد ده فيلم يعرض مهم اه لانك انت اخد بالك العيد جمهور خاص في ناس اللي هي العادية في ناس متعتها انها تاخد العادية وتفرتيكها في السينوا كويس ولو يعني ايه تفاصيل خاصة جمهور العيد انا محب اروح الافلام مع هزا الجمهور يعني افهم بس هو رايح يتبسط يعني رايح عشان يضحك ويشوف شوية اكشن ده مهم خفيف زي اللي عملهم عملهم بالمناسبة او عملوا في الفيلم بتاعه لكن لما نتكلم عن كيرة والجن ده قصة لا بس الزكاة بقى ايه وده اللي تقولته مزوط في جمهور العيد جمهور العيد جمهور السسنائي رايح يتبسط زي ما بيأكل فشار ومش عارفة ايه وبتاعه يتفرج على فيلم عايز يضحك وعايز اكشن كويس ومش عايز يتعب نفسه كتير يعني مش عايز يفكر اه بحدوتة كده وابتاعي عايز هاتم الآخر ف ده اللي عمله مثلا مروان حامد في الفيلم عمل فيلم بسيط المتفرج العادي جدا في كيرة والجن متفرج العادي الجاي عشان يتبسط ويدحك ويشوف اكشن حيشوف بس بس ده القالب الخارجي ده الإطار إيه اللي جوه فيلم وطني يعني في الآخر الفيلم قصة كفاة بيرجع بيرجع من الحادث دون شواي 490 وستة ويحكي الكفاح المصري عبر الزمن كويس ده هنا بقى إزاي توصل الفكرة للجمهور خاصة ان انت بتتكلم 90 أو 80% على الأقل ما كانش أكتر من جمهور السينما مش بس العيد لا جمهور السينما في المطلق هم الشباب اللي هم يعني بيسموهم التين اتش يعني اللي هم يعني 15 و 16 لغاية بداية العشرينيات دول القصة اللي هو في الغاية دون التلاتين الشوية المرحلة العمرية ديت يعني حولا 15 سنة من 15 وانت طالع لغاية بدون التلاتين كده هم 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 دول الجمهور الجمهور ده في العادة يميل للأكشن عنده ثقافة بالمناسبة ودول بيسموهم جيل زد عنده ثقافة بصرية ما كانش متوفر للجلة هم لأنه شغال بيعش التفاصيل الصور ايوة مهتم بالتفاصيل الصور لأن حياته كانت كانت ايه يعني لما بدأ يعي الدنيا بقى فيه موبايل موبايل صورة وبيشوف كمبيوتر فهو ثقافته كمان مغيرة فانت لازم كمخرج تقدم حاجة للجمهور ده فدي دي تفاصيل كتيرة جدا المخرج الزاكي بيفهمها ويقدر يعبر عنها في نفس الوقت اقدم فكرته طيب ده كويس جدا هل الاقبال على كيرة والجن يقول انه بنغير خلطة العيد خلاص بالنسبة للناس لا هقدم له خلطة الفيلم فيه كل التفاصيل اللي تجعل المتفرج اللي جاي يتبسط ويدحك ويتفرج على الأكشن حيلاقي كل ده جنب ده لما تتأمل تكتشف بقى لا في الموطني بس انت هتاخد الجرعة بتاعتك على حسب انت جاي ليه حتى لو انت جاي لمجرد المتعة هتلاقي هتلاقي المتعة دي عايز تفرج على كريم عبدالعزيز وحمد عز بيتخنقوا مع معد هتيوم بيتخنقوا مع بعد بيتخنقوا مع المحتل البريطاني بيتخنقوا مع عصابة هيتخنقوا مع عصابة يعني التوليفة دي مطلوبة طيب الاقبال ارادات بتاعت كيرة والجن مناسبة؟ انا مشوفها مناسبة جدا فيلم تلس ساعات كلمة تلس ساعات بالنسبة للسينما عموما في العالم كله الفيلم بيجيب ارادات ازاي من تكرار عرضه لما بتقول تلس ساعات فانت بتحرمه بشكل او باخر من عدد من الحفلات مظبوط مش كده لا الفيلم ابو ساعتين فرصته بتعرض اكتر في اليوم اه انتعرف مصر بدون عن كل دول العالم ما تفضل تقعد غالي ساعة اثنين الفجر السينما شغالة وبتعرض كويس فأي ساعة بتخسرها فيلم بيبقى تلس ساعت يعني فيه ساعة زيادة دي بتيجي على مرات العرض طبعا بتبقى ضد فكرة الارادات لانه ضد عدد مرات العرض ورغم ذلك فيه ارادات ضخمة انا شايفها ارادات كبيرة كمان يعني اللي بقراه رقم كبير لو رجعنا سنتين تلاتة وراء 2019 مثلا هنقلن افلام ايدي القضحة برضو كانت تقيلة كان فيه اللازرق كان فيه قصص بتكلم 19 قبل الجائحة اه بس اللي قصوده انه كان فيه قصص مش الافلام اللي هي بتاعة العدية اللي احنا عارفينها بتاعة الاغاني وشوية الاكسر لا هتلاقي ده موجود برضو على طول موجود بس تقليق قصص اللي قصوده ان ثقافة الجمهور هل لو المنتجين كسفوا الفترة اللي جاية من هذه الاعمال الفنية ذات قيمة اللي بتحرك الوجدان بالفعل وبتشكل وجدان الناس هل لو كسفنا نقدر احنا نغير ثقافة الجمهور نحي السينما بس خلينا نقول انه السينما فن ديمقراطي قيمة الاختيار ما ديش الناس حاجة واحدة ما يبقاش كل السينما او كل الافلام مثلا الممر في الموطني او كيرة والجن لأ ادي لهم كل ارماط ادي لهم عمهم نوة ايوة وخلي الجمهور يختار يعني نؤمن قوي فكرة الاختيار والناس في الاخر من وجهة نظري بتختار الصحة يعني هولي بيعيش اه مع الزمن طبعا الارقام مش كل حاجة يعني مش شرط انه في افلام بجابتش ارقام بس ده ليست القاعدة يعني مثلا ناس قولك ايه شيء من الخوف لما تعرض كلام ده سنة تسعة وستين ما جابش ارادات باب الحديد سنة تمانية وخمسين الناس دربت در العرض بالزلط والتوب وشتم وحاجات كده ده كلها في التاريخ سنة تمانية وخمسين بس فالناس قولك ما هو فيه افلام زي باب الحديد وغيرها طبعا شيء من الخوف بين السماء والارض بتاع صلاح بوسيف برضو الناس اتخنقت فاكر انت في الأسانسير soaked لكن ده لا يعني ان دي القاعدة ده الاستثناء يعني ايه يعني حتلاقي لعدد الأفلام اللي تحولت الى أفلام جماهرية مع الزمن في حين ان الجمهور رفضها وقتها في السينما وقتها دي القليل ده الاستثناء لكن القاعدة أن الفيلم بينجح في السينما هو اللي بيكمل هو اللي بيعيش والإثناءات قليلة ويظل المبدع لازم يراحن على الجمهور لكن مش معناه أنه هو يتنازل عن أفكاره لكن يقرأ المتفرج مهم جواهة تقرأ جمهورك تعرف الناس هتحب إيه يعني مثلا أنا فكر سيد جيب محفوظ مرة سألته وحتى كان قبل ما ياخد نوبل يعني فبقول له كان فكرة الحوار اللي أنا عامله معاه مش أنا بس اللي بسأل لا جايب معايا أسئلة من كبار الكتاب صحفين أو صحفين وأنه قدوة فكان فيه نعمان عشور ده كاتب مهم قوي كاتب مصلح كبير الله يرحم الجميع فقال له على الخلود قال له أنا بسمع أنه أنت ما اتقرش في الخلود كويس ولكن أعمالك بتعيش وده الخلود ده كان كلام نعمان عشور نعمان عشور ده كاتب مهم جدا كاتب مصلح مهم ده اللي كاتب الناس اللي تحت والناس اللي فوق وحاجات كده المهم السيد جيب محفوظ قال لا أنا لازم أفكر في الجمهور بتاع اللحظة دي الزمن هيجيب ناس تانية ولو في حاجة أنا عملتها يعني فيها قدرة أنها تعيش لزمن القادم هتعيش وجمهور هيحبها لكن لازم أفكر في الجمهور ده في القارئ الحالي الجمهور بتاع لقته ده ده أديب كبير وعميق إذا جيب محفوظ كلام ده كان نهاية التمانينيات كويس قال هزا الكلام عظيم طيب عايز أتكلم عن تجربة مروان حامد في التعامل مع نجمين كبار نجوم شباك كان فيه توليفة ما بينهم وحالة من الانسجام وأعتقد أن دي ظهرت ده صح ومروان حامد من بدايته من بدايته في أمارة يعقوبيان وهو مستمر في أعمال فنية تقيلة وعيشها لحد الوقت الموناب نتكلم عن الأعمال اللي بتعيشه ده صح مروان فاهم الجمهور يعني مفتاحه لما تقول لي ايه مفتاح مروان فاهم سينما كويس قوي متعلم متربي كويس متربي لأنه طبعا من بيت وحيت حامد كويس فلازم يكون متربي متربي كويس سينما أيا عينه جميلة وتربة كمان في الاستوديوهات اشتغل مع أهم المخرجين زي شريفه عرفها سامير سيف وغيره كويس فمتربي حلو قرق جيد وفاهم الجمهور وموهوب يعني يعني في الآخر هو موهبة ربنا اداله موهبة الصورة والإحساس ويروحن دايما عنده مروحنة موهمة قوي إنه هو مفكر في بكرة ولا يكرر النجاح حتى لما يعني فيه الأذرة هتعمل له جزء تاني وبيقال هتعمل له جزء تالت بس في الجزء التاني هتلاقي مثلا بيتكلم عن سينما الرعب يعني بدأ يقترب من عالة نادرا السينما المصرية متروح لها اللي هو أفلام الرعب وده نوع معترب بيه في العالم وممكن من خلاله تقدم أفكارك يعني معاش كلمة رعب دي معناها إنه بس تخوف الناس وتعلقك فكل شوية مروان لما قرر لما اختار كيرة والجن إنه يحيلوا اللي هو الرواية اللي هي 19-19 بتاعت مراد بتاعت أحمد مراد فقرر ده مش حاول تعاومة بينهم برضه هم فيه بينهم كيميائية يعني الحقيقة دي كيميائية بين الكاتب والمخرج وكمان فريق العمل هتلاقي بيكرر مدير التصوير ووضعه فيها التصوير فيه حالة يعني إيه كيميائية مروان بيحبها وتبقى على الشاشة واضحة وزي ما حتك قلت هو ذاكي كمان في التعامل لأن فيلم كيرة والجن كان فيه تفاصيل كتيرة قوي لازم يهتم بي لأنه راجع راجع مئة سنة فكان فيه تفاصيل كتيرة جدا بس الزمن يكشف المخرج الزمن مش مجرد أنك أنت لبس ولا ديكور لا الزمن في تفاصيل أعلى بكتير من ده الحوار طريقة الأداء لما تلاقي فيه سراع طريقة تمسك المسدس غير زمان غير دلوقتي مصبوط فترجع لأيام زمان نوع المسدس نفسه مختلف وكل حاجة مختلف كل التفاصيل الحقيقة عشان كده كمان فيه مثلا من أبطال الفيلم ناهة نصر الله اللي هي الأزياء واخد بالك طبعا كل التحية ليه آه يعني عايزة نقول أنك أنت كل التفاصيل عندك لما بيحط رجمين كبار زي كريم وعز طبعا يعني لما بيسألوا دايما نقول ما فيش بنا غيرة ما فيش لا طبعا لازم يكون في غيرة من نفسة طبعا ولازمة في غيرة بس غيرة حميدة يعني غيرة جميلة مطلوبة كويس وفي نفس الوقت كل من هما يعني دايما يقولك احنا ما قلنا الشروط ولا كلمنا عن الأسماء ولا الأجر ولا بتاعه أوكي بس كل من هما خد بالزبط ما يستحقوا وفيه توازي في الدرابة وأنا ما حييهم لسبب أن فيه مشروعات كتيرة عبر الزمن كانت ممكن تجمع العمالقة الكبار اللي احنا يعني بنفتخر بيهم ومع الأسف ما قدروش اكتمعوا لأسباب متعلقة مين اسم مين الأول طيب أنا هغني المين زي مكرسومة عبدالوهاب صحيح ما فيش فيلم مشترك بينهم مع أنه كان ممكن يبقى فيه تتخيل أنت فيلم غنائي مشترك بطولة عبدالوهاب ومكلسوم طبعا ده تحرم كبيرة جدا طيب عايزين نروح بقى لتاني الأفلام وهو فيلم بحبك لتامر حسني الفيلم طبعا احنا عارفين أن تامر اجتهد فيه وعمل فيه كل حاجة تقريبا تأليف وإخراج ما تبقاش حاجة ويمكن هذه التجربة ما حصلتش في تاريخ السينما المصري من 1907 غير من محمد فوزي على ما أعتقد يعني تامر حاب يخوض غمار هزي التجربة حاطك شايفة ازاي بس محمد فوزي يبقى أخرجش لكنه آآ معلش معلش يشترك في الكتابة ويجيب سيناريست محترف ولحن وغنى اوكي عمل كل حاجة مع عدد الإخراج يعني بس محمد فوزي منتج ومطرب وملحن مش كده مظبوط وممثل ده تمام وعبدالحين محافظ مثلا عبدالحين محافظ مطرب وأنتج كويس لكن ما بيلحنش فريد الأطرش أنتج ولحن وغنى يعني فعايز أقول أفهم دي أفهم دي أنت عندك شركة إنتاج عشان تضمن إنه يعني معدل الإخراج فقط الإخراج الإخراج وفريد شاوي وفريد الأطرش ما كتبش واخد بالك لا يعني كل حاجة بيدي عندهم أفكار حلوة يعني يعني أكيد فريد الأطرش عنده بحكم خبراته فكرة ممكن يقولها الكاتب بس الكتابة دي ما هياش كده عشوائية كتاب سيناريو دي محتاجة لقراءة كبيرة جدا للمسرح ما يقولوش بس لا يقرأ مسرح كويس قوي ورواية ويبتدي يفهم يعني إيه دراما ويبني شخصيات وبعد ده الجزء ده ده الكتاب بعد كده الإخراج ده ده حالة كبيرة جدا وخبرة دراسة طبعا وتعيش في الاستوديوهات صحيح وتهدم عدسات وإضاءة فأنا لأ دي جرأة يعني عايزة أقول يعني جرأة كبيرة جدا عملها تامر وبالذات موضوع الإخراج ده وبعدين الكتابة لأ فيه طبعا فيه عنصرين ضعاف في الفن الكتابة والإخراج يعني يعني ودول أهم حاجة في الفسينما أوكي مؤكد مؤكد إن تامر اسم جاذب للجمهور دي مضايش نكره ومؤكد أيضا إنه هو مطرب يعني محق نجاح وإنه هو بعد عبدالحريم حافظ أكتر مطرب في الزمن عمل أفلام كويس لكن ما يبقاش عنده هذا النعم إنه يعمل كل حاجة وإنه هو حالة استثنائية إنه يكتب ويخرج وبتعلق أنا شايف إنه هو يعني دخل في منطقة خاطئة الفيلم هجيب أرضات لأن انت اسمك جاذب للجمهور للنجومية التامر حسن أيوة بروف عليك وبالذات في الأول بعد كده الدنيا تتكشف يعني ما تقدرش تكمل أنت لا تضحق على كل الناس كل الوقت فممكن في الأول تكذبهم بعد كده بنجوميتك لكن هل دا يعيش؟ لا مش جيش سلمة اللي تعيش طيب سريعا نروح لعمهم أوكي شايف تجربة محمد عدل إمام إزاي والبعض بيقول إنه هو إزاي لا مستحيل عدل إمام لن يتكرر بالنسبة للإفه وبالنسبة للتعبيرات الوش وبالنسبة للأكشن المضحك مش الأكشن الحنيف بس.. بالعكس أنا شاف إنه أكبر خطع عمله محمد آمام مش قادر يعني يبتعد عن جلباب أبوه عدل إمام دا ظاهرة استثناءية في الدنيا كلها يعيش كل الزمن ده نجمه محمد مفروض يبعد عن هذا الجلبة بيقولك ايه الجينات لا هل العدل امامي على الشاشة هو عدل امامي الانسان انت بتاخد الجينات الانسانية ومش الدرامية يعني اسمعين ياسين هل ياسين لانت اقولش ياسين اسمعين ياسين ابنه ياسين ما كانش شبه ابوه في الحركات لان ابوه ده حركات دي بتاعت الشاشة لا هو متأسر اكثر مما ينبغي بعدل امامي دي نقطة ضد مش معا احنا بنشكر حضر شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل شرفتنا ونورتنا الناقض الفني الكبير استاذ طرق الشيناو شكرا ليك فانا شكرا كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقاتنا مع حضراتكو بنشكر حضراتكو على المتابعة بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من التاسعة في نفس المعاد وتصبحها لألف خير